الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمعاشر الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفتنا في هذه الحلقة مع ليلة القدر التي تقدم الكلام عن بعض فضلها وعن قليل من شرفها هذه الليلة هي في العشر الأواخر من رمضان حيث دل الدليل على أنها في رمضان حيث قال ربنا سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ودلت أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم على أنها في العشر الأواخر من رمضان فعلمنا أنها في العشر الأواخر من رمضان فمن اجتهد العشر الأواخر كلها فقد أصاب ليلة القدر وأدرك فضلها سواء علم بها أو لم يعلم بها فلا يشترط في إدراك فضلها أن يعلم بها الإنسان وإنما الشرط أن يجتهد مخلصاً لله إيماناً واحتساباً فمن اجتهد في العشر كلها فإنه يكون قد أصاب فضلها ونال خيرها وتشرف بشرفها فإن ضعف الإنسان فإنه يجتهد في السبع الأواخر من رمضان ويتحراها فيها فإن ضعف الإنسان فإنه يجتهد في أوتار السبع الأواخر من رمضان يجتهد فيها ويتحرى ليلة القدر فيها فإن ضعف الإنسان لعمل أو ضعف أو نحو ذلك فإنه يتحراها في ليلة ثلاث وعشرين وليلة خمس وعشرين وليلة سبع وعشرين فإن ضعف عن هذه الثلاث فإنه يتحراها في ليلة ثلاث وعشرين وليلة سبع وعشرين فإن ضعف عن هاتين الاثنتين فإنه يتحراها في ليلة سبع وعشرين هذا هو الذي يجمع فيه بين الأدلة التي وردت في بيان فضل ليلة القدر وفي أي ليلة هي فعلينا أحبة في الله أن نتحرى فضل هذه الليلة وأن لا نيأس من فضلها بمرور الليالي وأن لا نغتر ببعض ما يقوله الناس بل نجتهد إلى آخر ليلة من ليالي رمضان والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم شكرا